مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع مبعوث اللجنة الربعية الدولية للسلامي في الشرق الأوسط السيد توني بلير سيد بلير أهلا بك في سكاينوز عربية سيد بلير قلت مؤخرا أن المصدر الرئيسي للتوتر في العالم هو التطرف الديني لكن هناك من يرى أن المصدر الرئيسي للتوتر على الأقل في المنطقة العربية والعالم العربي هو الاحتلال الإسرائيلي واستمرار السياسة الإسرائيلية في التعنت مع الجانب الفلسطيني ما رأيك في ذلك؟ من المهم جدا إلجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو أمر مهم على صعيد المنطقة والعالم ككل لكنني أعتقد أن التطرف الناجج عن تجويه الدين هو مشكلة تعاني منها مناطق عديدة في العالم ولا يمكن إلقاء اللوم فقط على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بل على الأكس أعتقد أن لهذه المشكلة أسباب عدة إلا أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية جعل الأشخاص يتفقون مع بعضهم البعض أكانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو هندوس أو بوذيين أو منتمين إلى أي ديانة أخرى؟ كيف نتفق معا؟ هذا هو التحدي الأساسي أكان ذلك في الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى أو المناطق الإفريقية؟ هذه المسألة المتعلقة بالدين والتطرف هي التحدي الأساسي دعنا نتحدث عن المنطقة العربية برأيك إذا ما حدث حل وتقدم في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يمكن أن يهدئ ذلك من التوتر؟ أعتقد أنه من المهم جدا أن يتم التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ولكن المنطقة تشهد ليهم مشاكل أخرى بارغة لاهمية عيطة كالأسبة السورية مثلا وكيفية التوصل لدستور جديد يسمح بمشاركة الجميع وهنا في مصر هناك تحدي كبير جدا أيضا حول كيفية دعم الحكومة الجديدة في مصر ومساعدتها في مسيرة التغيير بغية تحقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لشعب مصر أضف إلى ذلك مشاكل إيران وكيفية التعامل معها ومشاكل ليبيا واليمن وتونس وأكل الدول التي شهدت الثورات كيف نمنح الشعب فرصة ليتمتع بمستقبل مستقر ومزدهر إذن التحديات التي تشهدها المنطقة عديدة إلا أنها تعود في النهاية إلى أمر واحد ألا وهو كيف يمكننا أن نمكن الأشخاص العقلين والمنفتحين الذين يريدون العيش بسلام مع جرارهم من أن يصبحوا مسؤولين عن مستقبل المنطقة في المفاوضات الدائرة حاليا بين الفلسطينيين وإسرائيل الكثيرون يرون أن فرص نجاح هذه المفاوضات منخفض جدا كيف ترى هذا الأمر؟ أنا لا أتفق مع هذه الأراء لقد طالت المفاوضات كثيرا وبالتالي بالطبيعي أن يشكك البعض لكن جون كيري برأيي قد أبدأ إقداما كبيرا زار المنطقة عشر بقات لمحاولة تعزيز السلام ونحن نعمل حاليا على وضع خارطة طريق للمفاوضات أنا أعمل شخصيا على مبادرة اقتصادية مؤسية للمبادرة السياسية فحاليا في هذه المنطقة التي تشهد تغيرا كبيرا سيكون من مصلحة كل من إسرائيل والفلسطينيين أن يتم تعزيز حل الدولتين وتحقيقه وسنستبر بالمحاولة وأنا أعلم أن الكثير من الأشخاص يشككون في العملية لكنني أرى إمكانية لنجاح الأمر الآخر يعني نسأل أين هي اللجنة الرباعية الدولية في هذه المفاوضات وفي كل هذا التوتر الحاصل حاليا بين الطرفين الفلسطينيين والإسرائيليين قوة اللجنة الرباعية الدولية رهن بالقوة التي يمنعها إياها أعضاؤها وحاليا دور اللجنة يتمثل بدعم مسار المفاوضات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة دعم المبادرة الاقتصادية التي يتم العمل عليها مع الفلسطينيين والتي ستحتاج إلى إذن ودعم من الحكومة الإسرائيلية لكي نتمكن إلى جانب المفاوضات السياسية الناجحة من بناء وقايع ثابتة على الأرض تساعد الشعب الفلسطيني فعلى سبيل المثال نحن نعمل حاليا على أكبر استثمار فردي في الاقتصاد الفلسطيني وهو تطوير حقل غزة البحري وفي حال تحقق ذلك سيكون أكبر استثمار الاقتطاع الخاص في غزة وسيمنح الدولة الفلسطينية اكتفاء من الطاقة وسيعزز السياحة والبناء والهندسة والصناعات الخفيفة والزراعة كل هذه النقاط مطروحة كبنود على جدول أعمال اللجنة الرباعية إلا أنها جميعها مرهونة بنجاح المفاوضات السياسية على هذا النحو تبدو الرباعات الدولية وكأنها فقط في مساعدات اقتصادية وإنسانية ألا يعني ذلك تراجعا في دوركم السياسي في حل هذا النزاع نحن نؤدي دورا قويا ولكننا نعتمد على نجاح المفاوضات في الواقع اللجنة الرباعية عبارة عن طريقة لإدارة المجتمع الدولي وعدم اتفاق المجتمع الدولي يعني أن اللجنة لن تتمكن من العمل بفاعلية واليوم هناك تفاهم بين عضاء اللجنة أي ولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة وهذا الاتفاق يقضي بمتابعة المفاوضات لوضع إطار لهذه المفاوضات التي من شانها أن تؤدي إلى حل الدولتين وإلى جانبه خطة للاقتصاد الفلسطيني لقد أمضيت وقتا طويلا جدا أعمل على هذه الأمور في عملية سلام إيرلندا الشمالية وكان الجميع يقول إن الأمر لينجح وقد أمضينا عقودا ونحن نحاول وفي نهاية المطاف تمكننا من تحقيق النجاح وبالتالي علينا الآن أن ننتهز هذه الفرصة وندفع نحوها لدولتين وفي ظل القيادة الأمريكية الحالية أعتقد أن الأمر ممكن أنا لا أقول أننا سننجح بالتأكيد ولكن علينا أن نحاول فالأمر ممكن بالفعل من ضمن التحديات المهمة إصرار إسرائيل على سياسة الاستيطان التي يرى الجميع في العالم العربي أنها هي التحدي الأهم والأكبر في مواجهة محاولات حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي نعم مسألة الاستيطان تشكل تحديا كبيرا من فعل والبجتمع الدولي أعلن عن موقفه الواضح بهذا الشأن ألا وهو أن الحل في الاتفاق على الحدود وهذا ما نتفاوض عليه حاليا سيد بلير هل تتصور أن تباين الأراء داخل الربعية الدولية هو سبب فشلها في أداء مهمتها منذ إنشاءت في 2002؟ عندما تكون اللجنة الربعية منقسمة يكون الأمر في غاية الصعوبة إلا أنها متحدة حاليا فالجميع على نفس الرأي إذن كان هناك اختلاف وهذا ما عرقل الأمور خلال سنتين والنصف الماضيتين وحال دون إجراء مفاوضات سياسية أما اليوم فالمفاوضات الجارية واللجنة متفقة تماما على دعمها وأعتقد أنها متفقة على الخطة الاقتصادية أيضا إذن هذه مرحلة جديدة ونجاح سيكون حليفنا لو توفرت الإرادة كثيرون في العالم العربي يتهمونكم كربعية دولية أو كعالم غربي بشكل عام بالتحايز لصالح إسرائيل وهذا أيضا يرونه سببا آخر لاستمرار فشل الربعية الدولية وغيرها في حل هذا النزاع كما أسلفت لا يمكننا النجاح سوى لو اتحدى المجتمع الدولي على خطة وحيدة كما هي الحال اليوم لكن تعني أقول لك أنا أتولى هذه المهمة كوظيفة من دون أجر وقد زرت المنطقة أكثر من مئة مرة وأنا أقوم بها لأنني أؤمن بها لو كانت سهلة لكان شخص آخر قد سبقني وأنجزها إذن الأمر صعب ولكننا نعلم ما هو الحل الحل هو دولة إسرائيلية آمنة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية سيدة مستقلة ما من حل آخر حل الدولة الواحدة غير موجود فلو جمعنا شعبين في دولة واحدة سنصل إلى كارثة إذن نحن نعلم ما هي الخطوط العريضة للحل بالتالي علينا الآن أن نهيى الأجواء السياسية التي تسمح ببلوغ هذا الحل في حياة سياسية تخطيت مسألة الانتقادات فهي لم تعد تزعجني إذن أنا أقوم بهذا العمل لأنني أؤمن به ولأنني أعي أهميته بالنسبة للنطقة وللعالم سيد بلير بعيدا عن التوتر الحاصل بين الفلسطين والإسرائيليين والمفاوضات المتعثرة أنت الآن في القاهرة برأيك كيف تقرأ المشهد المصري وأيضا كيف ترى الأوضاع في المنطقة من سوريا إلى القاهرة إلى المفاوضات مع الجانب الإيراني والمجتمع الغربي أنا أنظر إلى المنطقة كصورة واحدة مكونة من أجزاء عديدة لكنها في النهاية صورة واحدة كبيرة وهذه الصورة الكبيرة قابلة للتحقق في الشرق الأوسط صورة مكونة بالمجتمعات المفتحة واقتصادات حديثة توفر فرص العمل للشباب وتسمح لدولة مثل مصر بأن ترقى لمستوى إمكاناتها لأنها دولة رائعة ذات حضارة قديمة تضم شعبا رائعا يتسب بالطاقة والإخدام لكن الشعب لم يتمكن ولسنوات طويلة من تحقيق هذا التقدم المرجوع برأيي يجب أن ننظر للمنطقة بكافة بكوناتها كصورة واحدة ومن هنا يجب علينا أن ندعم الأشخاص الذين يطبحون لتحقيق مجتمع منفتح واقتصاد حديث وهذا يعني دعم الحكومة المصرية وهذا ما أقوله لزملائي في الغرب فالإخوان المسلمون كانوا يحاولون إبعاد الدولة عن قيامها الأساسية وطموحها نحو التقدم وقد تدخل الجيس نزولا عند رغبة الشعب بهدف الانتقال بالدولة إلى المرحلة التالية من تطورها التالي الذي يجب أن يكون ديمقراطيا وبالتالي علينا أن ندعم الحكومة الجديدة في محاولتها لتحقيق ذلك أما في إيران فالأمر واضح إن كانت إيران تمتلك السلاح النوبي فهي ستشكل خطرا على البنطقة برمتها وبالتالي علينا أن نتفاوض معهم ولكن بوضوح تام لكي يفهموا أنه ولو أرادت إيران أن تؤدي دورها في البنطقة عليها أن تتخلى عن طموحاتها دوبية وأن تتوقف عن دعم وتصدير الإرهاب إلى البنطقة الأمر نفسه ينطبق على سوريا حيث المعارضة مقسمة وحكومة بشار الأسد تستبر بقتل المدنيين الأبرياء إذن نحن بحاجة لدستور جديد يسمح للدولة بأن تتطور نحو مجتمع منفتح واقتصاد حديث وهذا يعني التخلص من التطرف كالمجموعات المشابهة للقاعدة وجعل الرئيس الأسد يفهم أن عليه التنحي لتتمكن الدولة من التطور بشكل مختلف كما تندرج المسألة الإسرائيلية الفلسطينية في هذا الإطار أيضا لأن المنطقة لن تتمكن من أن تصبح عبارة عن مجتمعات منفتحة واقتصادات حديثة ما لم يتم حل هذا النزاع إذن عندما أنظر إلى المنطقة أراها وحدة متكاملة وهنا في مصر من الضروري أن تحقق الحكومة الجديدة نجاحا وأن ندعمه في إطلاق هذه الحكبة الجديدة في مصر يمكننا أن نناقش الماضي لكن ذلك لن يكون مجديا وبالتالي على المجتمع الدولي برمته اليوم أن يدعم القيادة ويساعدها سيد بلير شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع سكاي نيوز عربية